السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الفضلاء الشخص الملقوف هو ذلك الشخص العابط السفيه المؤذي المزعج المعتل المختل المضطرب ذلك الذي يوجد في البيئات القروية والشعبية خاصة ذلك الذي يديه الثقافة متواضعة والعقلية بسيطة لكن النفسية خبيثة تجد الشخص الملقوف شغله الشاغل مراقبة الآخرين وتتبع أحوالهم ورصد حركاتهم وتحركاتهم وتدخل في خصوصيتهم شخص يحشر سمعه وبصره في حياة الناس الخاصة وفي أمور الشخصية يعتدي على مملكتهم ويتدخل في حصونها ويقتحم كيانها ويبحث عن الزلات فيها ويتصيد الأخطاء والهفوات شخص يهتم بالآخرين ماذا أكلوا؟ ماذا شربوا؟ ماذا لبسوا؟ أين يذهبون؟ ماذا يركبون؟ حتى إنه إذا ركب السيارة انشغل باستراق النظر للرايح والغاتي فيفسر ما يراه ويختاب من يشاهد ويفتري على من يريد فلا يردعه رادا ويقع الضرر من الشخص الملقوف إن شابه حسد فإن العين حق ولو كان شيء يسبق القدر أسبقته العين كما قال صلى الله عليه وسلم والذي كان يتعوذ من الجان ومن عين الإنسان لكن العين لا تضرب بأمر الله إذا كان المنظور محصنا بالأذكار أو ضرك العائن بقوله ما شاء الله لا قوت إلا بالله اللهم بارك عليه إن الشخص الملقوف أيها الأخوة لا يفعل هذا السلوك المشهين إلا من تزيين الشيطان وهو ثمر من ثمرات قلبه الخاوي ولبه الخالي وحسده الكامل في أيها الشخص الملقوف لن تقسب من سلوكك أي قيمة ولن تجد أي فائدة بل بالعكس تجد الآثام والذنوب والسيئات وستضيع عليك الأوقات ولم تجد سوى كذلك الذنب والنبذ والحقد والقراهية وعدوانية الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه في بيته ومن اهتم بما لا يعنيه فاته ما يعنيه وما يفيده ما ينفعه ومن غضب صاره أطرق الله بصيرته وأراها عقله وأرتهى بسبب ذلك قلبه نسأل الله السلامة والعافية صلى الله عليه وسلم ومن تتبع الله